الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف الذي قبله ولو قلنا اختيارًا لكان أفضل لا بد من هذا القيد وهي أن لا يؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف الذي قبله اختيارًا أما اضطرارًا فإنه لا يؤثر على الوضوء بمعنى أصور لكم المسألة رجل الآن يتوضَّى فغسل وجهه ويديه ثم جاءته مكالمة مثلاً فجلس يتحدَّث في الهاتف مدة خمس عشر دقائق فنشفت العضاء السابق نشف عضو اليد مثلاً أو الوجه ما الحكم هنا ما حكم وضوئه بطل الوضوء لا بد من الاستئناف لا يمكن أن يبني لماذا؟ لأنه أخر غسل العضو الذي بعد اليدين حتى نشفت اليدين أخرها حتى نشفت اليدان أو الوجه مثلاً فهنا بطل الوضوء ولذلك يستأنف ولا يبني طيب رجل آخر يتوضَّى في صحراء أو في محل فيه هواء أو حر شديد مثلاً فغسل وجهه ثم من شدة الرياح والهواء مثلاً وحرارة الشمس نشف الوجه قبل أن يغسل اليدين ما حكم وضوئه صحيح لماذا؟ لأنه ما قصد ذلك وإنما أمرٌ غلبه أمرٌ غلبه ولذلك وضوئه صحيح والدليل على وجوب الموالاة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يُصلي على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم يعني مكان قدر الدرهم لم يصله الماء فأمره بأن يعيد وضوءه